يعني انت وليد رجراجي ده مدرب كبير دلوقتي بسنه الصغير مفيش عندنا وليد رجراجي بص انا برضه يعني موضوع السن انا مش حابب اتكلم فيه قوي او حابب اتكلم فيه في جزئية الموضوع مش ده سنه كبير فما ينفعش هلازم اجيب اصغر ومفيش حاجة اسمها برضه ده لسه مدرب صغير ما عندهش خبرات فلازم اجيبه واحد كبير لا الموضوع مش كده الموضوع المدرب نفسه ايه اللي موجود في دماغه ايه الفكر اللي عنده ايه الشخصية اللي موجودة عنده مفيش حاببتا عندنا سؤالي واضح والله ممكن يكون فيه ندور قديرنا مندور انت هتقول لي التفاصيل ما انا مش حاول اسماء من غير اسماء مش حاول اسماء المفروض ان يكون فيه انا فيه مقولة بقولها دايما برضه وحاولها لك ان المدرب هو الوحيد المسؤول عن تطوير وتسقيف نفسه هو الوحيد مفيش حاجة اسمها ان النادي يطلعني دورة مفيش حاجة اسمها كده فيه انا مسئول عن نفسي فيه هنا بيحصل كده انا معرفش الناس بيتعامل مع نفسها ازاي يا روء لكن هو المفروض ان هو يكون موجود كده انا انا ما فيه حد بيروح اسكندرية معناش يعني اقول لك انا روحت اسكندرية يعني مش بتقوليش يا سلقان لو حد سافر وعمل حاجة مش هيقول يعني ومش هيقولي الناس الاعلام ان انا مش هيقول بص يا روء بص يا روء المدرب اللي مايدورش على ايه جديد في علم تدريب كرد القدم والعلوم المرتبطة بيه هيقف مكانه انا شكاة ان هو برضو بيعتمد ان الادارات هو ميشي من النادي فهيرايح شوية ومش عايز يمشي برا مصر عشان لو فيه فرصة تانية يلحق اخده هو مسئول عن نفسه انت ممكن وانت قاعد مكانك هنا هتطلع العالم كله بدوسة زرار اللي انت عايزه هتطلع لك الناس مش بتسعل ده اه اوكي ما هي دي المشكلة قول لأ ما هو الحاجات تدوس الزرار دي محتاجة لغة محتاجة حاجات كثير ما انت مسئول عن تسكيف نفسك انت عايز توصل لمرحلة ان انت تبقى في المجال بتاعك ليك دور وليك شكل وليك اولوية لازم تتعب لازم تتعب جدا ولازم تصرف جدا ولازم تتعب وتبزل جود بتاخد فلوس تصرف بقى نعم بتاخد فلوس تصرف ما انت انت لما تصرف حيجيلك فلوس طبعا مش هيجيلك الاول وبعدين تصرف يعني المسئولين مالهمش مسئولية في الموضوع ده انا بشوف المدرب نفس عليش يعني اختار منتخبات الناشئين من مدربين وطنيين وبالتالي مدربين وطنيين قاعدين انت هتدخلني في الحيطة دي انا عايز اتكلم فيه مدربين قاعدين يا كابتن قاعدين يعني ممكن معسكرات ما تبقاش كتير طب انا ليت كاتحات كورة اجيبهم اطلع كابتن في اليومين اللي هو او في الشهر اللي انت مش هتشتغل فيه مع المنتخب فيه دراسات مع توقامة مع الاتحاد الالماني مع الاتحاد الانجليزي مع اي فرقة من فرقة اوروبا اه ماشي نفس الوقت انا مش هتكلم عن مدربين مزدل انا بكلم عن اقداريين كمان كانت حات كورة كل المجال كل المجال اشتغل على حتة دي ايه المشكلة مدام احنا مش عارفين احنا مش عارفين اكابتن ان نكسب مش عارفين نطلع بجيل غير لما يطلع جيل بسم الله ما شاء الله كده الواحده زي يجيد الالفئة وستة وتمانية واشك تمام بالزبط كده فهل ده برضو مش مسؤولية هل ده مش تطوير هل ده انا مش جاي عشان ابقى مسؤول عشان عامل كده ده جزء لكن مش الكل مش الكل بس بسهل هو جزء لكن برضو انا ما زلت مصر ان المدرب نفسه هو المسؤول عن تسقيفه وتطوير نفسه ها هتعمل ايه عشان توصل لمرحلة ايه انا باتفخ باتفخ معك كابتا لازم تتسعى الكلام ده لازم تسعى الكلام ده الجزء ايه بتاعت الناشئين اللي انت بتتكلم فيها دي مدربين البراعم ومدربين الناشئين وفي البراعم بالتحديد هل المدربين اللي متواجدين في اغلب اندية مصر عنده القدرة والثقافة على الصفر مثلا اللي بتقوله كل مرحلة سنية خصائصها ايه ومقوماتها ايه ومتطلباتها ايه ولا معندوش مهم جدا 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 ان المدرب يبقى عارف اللي انا مفروضة اديه في المرحلة السنية دي والاهم منه اللي انا مش مفروضة اديه في المرحلة السنية دي هي دي بتعمل مشكلة كبيرة جدا لما الولد يطلع من البراعم للناشئين ومن الناشئين للشباب ويطلع لك على الفريق الاول وهو مش جاهز انه هو يخود الاجواء بتاعت الفريق الاول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة